إن الحمد لله نحن ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعود بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فيقول الحق سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقات ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد بمعجزيني أخواتي والأرحام الأن المتحدثة بدعة بعد أن يقول ذلك ، يريد أن نحصل اليوم لتحدث مع موضوع وهذا موضوع موضوع من الإيمان كما قلت الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام أخبرني عن الإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشكه وهذا هو الملائكة 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 الله سبحانه وتعالى خررت الملائكة الملائكة أيضا قدره كثير من product flow الله سبحانه وتعالى خرävه ملائكة ensible ش Province بإمكانه ما يعني أم우 الكتاب الكتاب ملائكة يأتي من الكتابة الملائكة يعني أنه يساعد أن يساعد مرحباً هذا يعني أنه يساعد الملائكة في الشرع في العلمية يعني أنه يساعد أحد يساعد مرحباً ولكن لنرى ما يقول الشرع الشرع يقول أن الملائكة أنه يكون واحد من الملائكة الذي يصبح الله سبحانه وتعالى يصبحهم من مرحباً السؤال هنا ما نوع من مرحباً؟ لا أحد يعرف ويسمعه في الشرعة في علوم الإسلام واقف يعني أن لا أحد يعرف ما نوع من مرحباً الله سبحانه وتعالى يصبح الملائكة من مرحباً وكل مسلم يجب أن يعرف عن الملائكة يجب أن يكون لدي بعض علم عن الملائكة وفي كل مرحب في كل مرحب في الإسلام أريد أن تذكر أنه الأول مرحب الله سبحانه وتعالى من القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم كان بقراء تقريب كما قلت كما قال الله سبحانه وتعالى كما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق تؤمن في الملائكة كما قلت الملائكة هو واحدة من الملمات من الإيمان كل ما يجب أن يؤمن فيه أيضا الملائكة مرحب مرحباً هو شيء مثل الله سبحانه وتعالى لم يقفرنا نمتعنا القدرة لذلك يمكننا النظام الملايكة لا يمكننا أن نظرهم إلا الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى أباً المسلم أنه لم يقفرنا النظام الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ومن يقفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخري فقد ضل ضلالاً بك قول الله سبحانه وتعالى الكريات بملائكة هذا المسلم أنه لم يقفرنا لكن بالتأكيد الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أباً قبل آدم عليه السلام الله سبحانه وتعالى قال القرآن وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفًا الله سبحانه وتعالى فقعوا له الساجدين فقعوا له الساجدين الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى فقعوا له السلام فقعوا له السلام فقعوا له السلام فاطر فقعوا له السلام الله سبحانه وتعالى يجعل الملائكة وقد أعطيهم ثلاثران جابس ملك جبريل الوحي هو الرسول لله صلى الله عليه وسلم يجعل القرآن والوحي من الله سبحانه وتعالى بجبريل عليه السلام قولي أجنحك الله سبحانه وتعالى يجعل الملائكة مع أجنحك مثناء ثلاثران 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 محمد صلى الله عليه وسلم قلت في الحديث وهو الرسول من أبي إسحاق الشايباني قلت أنه قلت لقد رأيت جبريل عليه السلام في صفحة 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 جبريل عليه السلام سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى هذه الملائكة هذه الملائكة هذه الملائكة لا يعشون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمنون لا يمسون لا يمسون لا يمسون هذه الملائكة سبحانه وتعالى اي في صفحة جبريل أي شيء الله سبحانه وتعالى 贏 مرتبع مرحب سيتم ستسمح سبحانه وتعالى لكنك كما تعالى كما عبدالله كما سبريل الله سبحانه وتعالى كما مسلم كما تأمنين كما تقنين كما الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم 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 ثم إذا خرجوا لا يعودوا إليه أبداً كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كم أحكمة ملائكة is gonna be if every day 70,000 they will enter البيت المعمور they wash allah subhanahu wa ta'ala in that day and once they leave the next day another 70,000 and it's going on every day so no one knows the number of the Allah subhanahu wa ta'ala said the Quran no one knows the number of the malaika except Allah subhanahu wa ta'ala also Allah subhanahu wa ta'ala gave the malaika the power the qudra to change in different form the ayat of surah maria when Allah subhanahu wa ta'ala he sent Jibreel alaihi as-salam to mariam alaihi as-salam he won when she was confused and worried about approved عيسelia alaihi as-salam which is gonna change his family Allah subhanahu wa ta'ala's name واذكر نلكتاب ماريم إذا انتبذت من أهلة ها مكانا شركيا فاتخذت من دولي ان تجاهها فارسلنا الاجهار روحنا فتمثل لها بشرة نسأ礙 عندما الوقت للمرأة جببيب عليه السلام لقد اضروا مرأة ما سنفعله ما سنفعله ما سنفعله ما سنفعله جببيب عليه السلام قالت اني أعوذ بالرحمن منك سنفعله من الله سبحانه وتعالى انا سأذكرها أن مريم عليه السلام لقد اذهب إلى الله سبحانه وتعالى لقد اذهب إلى مرأة أخرى مثلها هذا مذكرة ومسكرة أنه عندما يكون المسلمة أولاً الذي يجب أن تفكره هو الله سبحانه وتعالى مالك المل الذي يقول للشيء كل فيقول اقول قولي هذا وأستغفر الله عنه ولا تكسر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وبعد لما لئك أيضاً هذا المسلم ذهب إلى إبراهيم عليه السلام لتعرفه عن المسلمة التي ستعلم المسلمة لذلك 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 الله سبحانه وتعالى لذلك 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 إبراهيم لذلك 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 الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى تحت لذلك 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 نحن مختلفة سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عندما سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ونعوذ ونعوذ بالله من الله الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ما نعلم ما نعلم ما نعلم ما نعلم أيضا لذلك 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 سبحانه وتعالى نعلم نعلم الله سبحانه و تعالى humanities you see listening carefully Curry they didn't have something they took care Seung-Jafal but still the same time while they joined the graduating and same time they worship Allah سبحانه واة تعالى so we ask the Brothers do you mind please move up and when the Brothers comes in In sha Allah they can have the space to pray and do their salah inshallah the brother of the chair please come sit here in the front and this youth please move move make a space there don't come to the place also allah subhanahu wa ta'ala said about the malayka wa inna lanahnu assafoon wa inna lanahnu al musabhoon the malayka they stand in rows and they have تسبيح for allah subhanahu wa ta'ala rasul illahi sallallahu alayhi wa sallam he get an equation the equation is ayyul kelami abdhal what's the best word what's the best tatsbih to say rasul illahi sallallahu alayhi wa sallam said what is the malayka and me i used to say subhanallah wa bi hamd the malayka they feel allah subhanahu wa ta'ala as a khashya as a khashya as a khawaf of allah subhanahu wa ta'ala the malayka they feel shy they have the shy in their in their manners in their way allah subhanahu wa ta'ala as a rasul illahi sallallahu alayhi wa sallam it's explained that in the hadith as he said that the malayka they shy so much from allah subhanahu wa ta'ala the malayka also they get hurt from things same as the muslims as the adam get hurt from rasul illahi sallallahu alayhi wa sallam he means she had that in the hadith but when he said when you eat the garlic the garlic the thaw and the honor do not be in the masajid because of this way that rasul illahi sallallahu alayhi wa sallam he said fa inna al malayka tata adha mima yata adha minku banu adam the malayka get hurt from things which is you get hurt from too lastly i will say mahabbat illahi bil malayka as allah subhanahu wa ta'ala if he loves anything the malayka they gonna love it too the famous hadith with allah subhanahu wa ta'ala he loves anyone he called jibreel alayhi wa sallam ya jibreel ya jibreel i love so and so of my creations okay which is when he added so jibreel alayhi wa sallam he's gonna love what allah loves and the rest of the malayka they gonna love that one as allah subhanahu wa ta'ala he loves him loves her okay and the whole malayka they gonna love him so after saying all these points about the malayka the malayka is one of the pillar of the iman the malayka are one of the pillar of the iman and we must have the ilm about them at least to know what the malayka is after saying all that i would like to mention one reminder for the brothers and please listen carefully little complain about yawm al-jum'ah the brothers right after salat al-jum'ah they go sometimes some of them they stand in some time in the corner of sister exit sister complain because when they leave after salat al-jum'ah they need to have leave free to go so when they see the men and youth standing right there in the corner church avenue by the sister exit is gonna disturb their exit so i would like to say to the brother nicely please if you need to stand and talk there is no such difference by standing here and standing here it's all the same so please when you leave insha'Allah try your best to keep that area is free for the sisters because imagine we have our sisters so we have to respect them and give them insha'Allah the best this is a reminder we would like also to mention please make dua in your sujood about whoever sick whoever dying who has hardship this always keep it in your mind every time you are in salah every time you make we ask Allah subhanohu wa sallam al Allahumma after inlema the Woo- meats Allahumma after lenta the Nowotip Baes Allahumma after inlema The isra for in Żaman Allahumma after inlema of us Allahumma after in aan means twenty-ath to write Allahumma after inandroma theora Dayana Allahumma after in the while Allahumma after in the ay mah iarin اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا وباركنا في أولادنا وأزواجنا وأرزاقنا وبيوتنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وأجرنا من كسي الدنيا وعذابنا خرف اللهم ردنا إليك ربا جميلا اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالطغاة الأرض أجمعين أقول قولي هذا وأستخدم الله العظيم ولكم تستمر اشتركوا في القناة